اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ان الحفاظ على امن مملكة البحرين وامان كافة المواطنين وصون حرياتهم وحقوقهم مسئولية حملها منتسب وزارة الداخلية في كافة مواقعهم باقتدار فهم الحصن الحصين والسد المنيع للوطن وكافة ابنائه واشار سموه الى ان الجهود الوطنية التي تبذلها الاجهزة الامنية اسهمت في تعزيز الامن كركيزة اساسية لموصلة تحقيق النمو في اطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وقال سموه ان تحية التقدير موجهة دائما لرجال الامن المخلصين حماة الوطن السهرين على امنه المحافظين على امان المواطنين والمقيمين على ارضه فما يطلعون به من دور فاعل في مختلف مسارات عملهم الامني اسهم في استمرار الدفع بعجلة التقدم باعتبار الامن اساسا للتنمية بما يصب في مسار تحقيق المزيد من النماء المستدام في امن واستقرار جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من اصحاب المعالي من كبار المسؤولين معالي الفريق اول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وكبار الضباط والمسؤولين بالوزارة وذلك بمنسبة يوم الشرطة البحرينية حيث نوه سموه بالجهود المتفانية بروح فريق البحرين لجميع منتسبي وزارة الداخلية من رجال ونساء وعزيمتهم الوطنية الصادقة من اجل مواصلة مسيرة بناء الوطن مستذكرا سموه التضحيات التي قدمها رجال الشرطة لصون وترسيخ الامن معربا عن تطلعه لمواصلة المسارات التطويرية المتكاملة وتبني التقنيات الحديثة في المنظومة الامنية كي تبقى مملكة البحرين واحة للامن والامان كما العهد على مر التاريخ ولفت سموه الى ان الجهود المبذولة من الاجهزة الامنية مقدرة ومحل اعتزاز دائم حيث اسهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين التنفسية في استقطاب مختلف الفعاليات الاقليمية والدولية في ظل ما تشهده المملكة من مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات متمنيا سموه لوزارة الداخلية وكافة منتسبيها التوفيق والنجاح من جهة عرب الفريق اول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية باسمه ونيابة عن كافة منتسبي وزارة الداخلية عن بالغ الشكر والتقدير على تشرفهم في هذا اليوم بلقاء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشهدا بالرعاية والاهتمام والثقة التي تلقاها وزارة الداخلية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كما اعرب معاليه عن تقديره لرؤية التطوير والتحديث التي طرحها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما تضمنته من مراعاة لكافة الابعاد المستقبلية لافتان لموصلة وزارة الداخلية نهج التحديث ومواكبة المتغيرات والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في جميع قطاعات الوزارة بما يضمن الاستمرار في تقديم افضل القدمات الامنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة